السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البشرى بالجنة لجنود المقاومة بإذن الله تعالوا نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من المعلومة حبيبي أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار لكن إن رأينا إنسانا صالحا نقول نحسبه على خير ولا نزكيه على الله ونرجو الله عز وجل نرجو الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة وفي المقابل إذا رأينا كافرا ندعو له بداية بالهداية ما دام أنه ليس محاربا ندعو له بالهداية ولكن نكون على يقين من قلوبنا أن هذا الكافر إن مات على كفره فهو من أهل النار لكن لماذا ندعو له؟ ندعو له لأنه قد يتوب قبل موته ونحن نتمنى لأي كافر الهداية بفضل الله سبحانه وتعالى طيب نرجع لموضوعنا بقى الشيخ وحمود من أين جاءت البشرى بالجنة لجنود مقاومة بإذن الله جاءت من الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا الله أكبر ما شاء الله لا يجتمع كافر ومن قتله يعني يعني لا يجتمع الكافر ومن قتله في النار أبدا تمام كده بس المقصود هنا مين بقى الكافر مين؟ الكافر المحارب ويكون في معركة في سبيل الله سبحانه وتعالى زي المعركة الآن التي تدور على أرض فلسطين ما بين أهل غزة وأهل فلسطين وما بين هذا الكيان المحتل الغاصب واضح كده إنما ما يجيش واحد بقى مسلم في أي بلد ويروح قاتل واحد كافر من أهل الزمة أو واحد من أهل أو كافر معاهد وخبالك ويقولك كده لا يجتمعك لا ده كده حرام لأن يحرم عليه أن يتعرض لأي إنسان غير مسلم ما دام أنه من أهل الزمة أو ما دام أنه من المعاهدين أو من المعاهدين واضح كده إنما المقصود هنا بهذا الحديث لا يجتمع كافر وقاتل في النار إذا كان ذلك في حرب في سبيل الله بين المسلمين وبين الكافرين فلو قتل مسلم كافرا في حرب بين المسلمين وبين الكافرين فهذه بشرى للمسلم بأنه من أهل الجنة وبشرى أخرى من ناحية أخرى إزاي أوضح لحضراتكم بس برضو نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لو مثلا هناك معركة ما بين المسلمين وما بين الكافرين تمام كده فقام مسلم وقتل كافرا فدي عنده بشرى من ناحيتين البشرى الأولى أن هذا المسلم إن شاء الله من أهل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار يبقى الكافر راح فين؟ في النار واللي قتله اللي هو المؤمن اللي قتله داخل الجنة البشرى التانية بقى إن حتى لو لا قدر الله لو كان المسلم ده اللي أتى للكافر تمام لو كان المسلم ده كان عنده مظالم مثلا لأي أحد من البشر بعيدا بقى عن أرض الجهاد وعن أرض القتال تمام عليه مظلمة لأي أحد عليه ديون مثلا لحد ولا لأي حاجة تمام كده فلو قدر الله عز وجل لهذا المسلم الذي قتل كافرا في معركة حربية واضح كده لو كان هذا المسلم الذي قتل كافرا في معركة حربية لو كان عليه مظلمة وقدر الله له أن يعزب بتلك المظلمة في النار يوم القيامة فمن كمان رحمة الله أنه مستحيل أن يجمع بين المسلم دوت وبين الكافر اللي هو وقتله أنه يجمع ما بينهم في مكان واحد في النار ليه قال لك حتى لا يشمت الكافر في المسلم فيقول له شوف أهنت قتلتني ونبيك قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار فما نفعك إيمانك وما نفعك جهادك وانا وانت مع بعض في النار حتى لا يشمت فيه ولا يظن أن إيمانه لم ينفعه ولم يمنعه من العقاب يوم القيامة إذن البشرة دي تتضمن بشرتين البشرة الأولى أنه لو قتل مسلم كافرا في أرض المعركة في جهاد في سبيل الله مش واحد قاعد في مكان وواحد تاني ساكن جنبه مش مسلم يمقتله ويقول لك لا يجتمع كافر وقال لا هذا حرام يحرم أنه يتعرض له بل ينبغي عليه أن يدافع عنه لو كان مظلوما يعني لو رأى كافرا مظلوما ينبغي على المسلم أن يدافع عن الكافر المظلوم واضح وله الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى هذا ديننا هذا ديننا بفضل الله الذي نفتخر به في كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى نعم ورب الكعبة هذا ديننا ولذلك الإمام ابن تيمية جمراح للملك اللي هو قازان تمام أو بيسمه غازان هذا الرجل لما وقف أمامه ابن تيمية وطلب منه أن يفك أسر الناس الذين عندهم فأمره أولا بإخراج الأسر من اليهود والنصارى فقال هؤلاء هم أهل الذمة الذين أوصانا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الأسر من المسلمين ومن اليهود ومن النصارى ده مين ده الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة واضح كده يبقى لو قتل مسلم كافرا في أرض المعركة فهذه بشرى للمسلم بأنه من أهل الجنة لأن قتله لهذا الكافر يعتبر مكفرا لكل زنوبه مع عدل مظالم واضح كده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما عند البخاري يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين يا سلام يعني لو إن المسلم دوت قتل كافر في أرض المعركة تمام وفي دل عايش بقى مفيش عليه أي حاجة ومفيش عليه مظالم يبقى كده داخل الجنة خلاص واضح كده طيب لو المسلم قتل كافرا في أرض المعركة برضو بس كان المسلم ده عليه مظالم تمام عليه مظالم عليه ديوم مثلا لحد ولكن المسلم ده لم يمت شهيدا في تلك المعركة فهو فيما شئت الله يوم القيامة لو صاحب الدين تنازل عن الدين وقال له والله أنا سامحتك واضح كده خلاص يبقى مفيش عليه أي حاجة لو قال أنا مش مسمحه فهذا المسلم معرض للعقاب يخش النار بس لو دخل فمن كمان رحمة الله إنه لا يجمعه مع الكافر الذي قتله في أرض المعركة حتى لا يشمت فيه طيب لو المسلم ده ودي الحالة التالتة بقى ولو المسلم اللي قتل كافر في أرض المعركة تمام فهذا اعتبر كفارة لذنوب المسلم تمام ثم بعد ذلك استشهد المسلم في هذه المعركة بفضل الله سبحانه تعالى يوم الإيامة لو كان عليه مظالم فالله عز وجل هو الذي يتولى أداء المظالم عن الشهيد بفضل الله سبحانه تعالى فالشهيد يقفل له كل ذنب إلا الدين لكن من كمان رحمة الله لإن الشهيد بزل حياته من أجل الله فالله يأتي بصاحب المظلمة ليك مظلمة عند فلان؟ الشهيد نعم يا رب ليه مظلمة عنده طيب تنازل عن تلك المظلمة ولك قصر في الجنة أو لك نعيم زائد في الجنة فوق النعيم الذي حصلت عليه فطبعا محدش يرفض فيوافق على ذلك فيدخل الشهيد الجنة بفضل الله والذي يرد عنه المظلمة هو الله سبحانه وتعالى واضح كده فهي بشرة إن شاء الله بالجنة لجنود المقاومة بإذن الله سبحانه تعالى نحن لا نتأل على الله ولا نحكم له معين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار لكن نرجو الله عز وجل أن يكون جنود المقاومة إن شاء الله إن شاء الله نرجو الله أن يكونوا إن شاء الله من أهل الجنة يسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته